يقولون لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما هنا أتساءل وأعتقد هذا السؤال مطلوب وعلينا جميعا أن نسأله أو نطرحه أقول أين ذهب رب العالمين إذن إذا كان هناك رجل وأمرأة وهناك شيطان بينهما ما هو محل رب العالمين من الإعراب أليس هو من يقال بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد وهذه آية قرآنية ثم السؤال الآخر الأخطر هو كيف استطاع هذا الشيطان الذي نتعوذ منه يوميا أن يكون بهذه القوة القوة التي لا يستطيع أثنان مؤمنا التغلب عليه هذا السؤال أعتقد مهم جدا وعلينا أن نجيب عليه والسؤال محرش طبعا أنا دائما أطرح أسئلة مهرجة لكنها أسئلة ضرورية لماذا لا نطرح هذه الأسئلة؟ ما الذي نخشى عليه؟ هل نخشى على إيماننا؟ على اجتماعنا وعلى وهدتنا؟ أحنا متفرقين أصلا فليس لدينا ما نخشى عليه هذا القول وهو أن لا يخلو رجلهم بإمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما أقول أن هذا الحديث يستهين وينتقص من قدرة الإله يعني ليس في هذا الكلام عندما أستنكر على هذا الموضوع أنا لا أستنكر لأنه حديث مشهور أو حديث نبوي بل بالعكس هذا الحديث يجب أن يكون مشكوكا به لأنه ينتقص من قدرة الإله الذي يعبده الجميع وهذا بالعكس أنا أشبه أنه أشبه بالكفر أن تقول هذا الشيء بل أنه كفر بواح لا يمكن تخريجه وتأويله كما جرت العادة طبعا السؤال المهم وين أيضا؟ الآخر هو كم لدينا من الأحاديث المشابهة لهذا الحديث وكم من أمثال هذا الحديث أصبحت أساس جزء من المدونة الذهنية أو الأسس الذهنية التي يفكر عبرها الناس كم عدد الحديث المقدسة أو القدسية أو الآيات التي درع تأويلها وتفسيرها بطريقة معينة وأصبحت شريعة تتحكم بكل تفاصيل حياتنا بل حتى مصيرنا التساعل هنا وأقول آهن من أناس لا يستطيعون التخلي ولو اليوم واحد عن حبي هذه الشياطين التي تجتمع بين كل رجل وأمرأة السؤال الآن التفصيل أفصل أكثر بالموضوع وأقول إذا كان هذا الإنسان لا يجتمع مع أمرأة ولا يلتقي بأمرأة إلا كان الشيطان ثالثا فما العمل يعني ماذا نفعل الآن الآن نؤبد الله لكن وصلنا لحقيقة بأنه يعني الشيطان هو الحاضر الحقيقي الحاضر الموجود ولا كيف يمكن لنا أن نتناسل ونتكاثر هنا يصبح الشيطان هو الذي يجمع بين رأسين بالحلال وهذا المعنى علينا أن نفكر بهذه الطريقة أفسر الموضوع من وجهة نظري أو من رؤيتي لقضايا من الدين وفهمي للدين أنا أقول صحيح أن الشيطان هو الذي يجمع يعني ها من وجهة نظر الشخصية لا بعيدا عن النص الديني وتفسيراته وتفسيراته على يعني من قبل الرجال الدين والفقهاء والمذاهب الدينية المختلفة طبعا هو بالمناسبة ليس إلا هذا القول لا يتعلق بالدين الإسلامي فقط إنما الأديان الأخرى أيضا لأتهم شيء مقارب إلى هذا الشيء دائما هناك شيطان يجمع بين المرأة والرجل وبين كل إنسان وحتى مع نفسه أنا أقول أن القضية يهبف بالفعل لأن الشيطان هو الذي يجمع بين شخصين لماذا؟ لأنه الدين هو القطيع من تعريف الشخص لأن الدين هو القطيع فبالتالي أدما إحنا يجتمع أثنان ضمن القطيع فهذا الاجتماع لابد أن يتحقق برغبة شخصية من قبل الفردين المنضمين إلى القطيع فهذا يعني أنه يجب أن يتم الموضوع على حساب القطيع نفسه وإلا لن تهدث لن تهدث الرغبة أمرأة لن تهدث لديها الرغبة بالرجل ولا الرجل تهدث لديها رغبة إن لم ينتسب أو ينتمي إلى ذاته أي ينتمي إلى شيطانه وهذا الشيطان هو الذي الشيطان هو التعبير معقد يعني تفسيره معقد لكنه عموما هو نفس الإنسان اللوامة التي التي تحث الإنسان على السوء وارتكاب المعاصي هي الغريزة غريئ الإنسان يعني غريزة الإنسان الحقيقية أو الدوافع للأكل والشرب والشهوات وما إلى ذلك فبالتالي إنسان بدون وجود هذا الشيطان والرغبة بالبقاء والحياة فبالتالي لن يستطيع الحياة فهنا المؤضلة الدين أو القطيع دائما القطيع أدى أفراد لديهم حاجاتهم الخاصة وعليها أن يسيطر على هذه الحاجات بما يخدم مصالح القطيع الديني فالقطيع الديني أو قطيع العقائد أو أي قطيع كان حتى القطيع الحيواني فبالتالي هنا الألاقة الجدلية بين الفرد والجماعة الجماعة عادة هي كما يبدو هي لها الأسبقية وليس الفرد الإنسان لا يولد فرداً أنا في رأيي إنما يولد ضمن جماعة وهو يفكر بذهن الجماعة وعليها أن ينضوي أو ينضم إلى ثقافة أو يثبت أنه عضو نافع من أعضاء الجماعة معنى أنه كل ما يتخلص من فرديته حاجاته الخاصة ويضحي بها من أجل الجماعة كلما كان عضواً نافعاً وقابلاً لأن ينجح ضمن الجماعة لأنه يحقق أغراضها وأهدافها العامة نقدر نوصفها بالإنسان وعبارة عن فلنفترض مليون خلية هذه الخلايا إذا كلها لا يتفكر بمصلحتها فقط فلن يستطيع كائن يتكون من مجموعة هذه الخلايا أن ينجحها في الحياة لأن كل خلية ستأخذ قرار مختلف عن الخلايا الأخرى أو الجهاز الفلاني يعمل لصالحه على القلب يعني كأورغاني راح يعمل ضد مصلحة الرئة والرئة تعمل ضد مصلحة البنكرياس والساق تعمل ضد مصلحة الساق الأخرى لأنه كل واحدة منه مجموعة من الخلايا مختلفة فبالتالي لن ينتظم عمل الجسد البشري ولن يتخذ قرارا واحدا على الإطلاق وفي النهاية يفشل هذا الكائن الذي هو حشد من الخلايا أو مليارات التريليونات الخلايا يفشل في البقاء على قيد الحياة ويعني تأتي كائنات أخرى وتستولي عليه أكثر قدرة على النجاح في تكوين قطيع متماسك متفاهم نالك سلطة واحدة لاتخاذ القرار فيه هذه السلطة على جميعا ينفذون قراراتها هذه الآلية بين الأفراد والقطيع هي التي تنجح بالتالي عندما يشتمع الرجل بامرأة ويكون الشيطان الثالثة وما لا بد من نجود سيطان هنا المؤذلة أو التراجيديا الفرد القطيع تراجيديا وجود فرد داخل القطيع لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن ذاته مئة بالمئة ولا يستطيع أن يكون عضوا ناجحا داخل الجماعة وهذا سبب يجعل دائما الأديان عنيفة وترفض أي محاولة وانتهاك قيم الجماعة الدينية أو القطيع الديني فهذا معضلة كبيرة تواجهها جميع الأديان وجميع السلطات عموما أو الجهات المؤسسات السلطوية في أي جماعة بشرية تواجه هذه المؤضلة بين الصراع بين الفرد وبين الجماعة وهذا الصراع غريزي طبيعي يعني لا تستطيع أن تتخلص منه فهذه البجتمعات البشرية تطورت لأنها استطاعت أن تنظم هذه الألاقة أو لم تستطع حاولت أن تقيم توازنات ما لكن المشكلة هذه التوازنات دائما ما تواجه ظروف مختلفة وحاجات مختلفة وشخصيات مختلفة لأنه لا يمكن أن يولد إنسان يشبه الإنسان آخر مئة بالمئة هاي وهذا من حسنات الطبيعة أو من مساواة الطبيعة يعني لا تستطيع لابد أن كل إنسان لديه تصور وفكرة مختلفة وهاي العملية دائما الجماعات تحاول تحج من أتها تحاول أن تحيد العقل تحيد الشخص العالم الفاهم الذي يفكر ويطرح اسئله لأنه عندما تطرح اسئله أنت الكل واحد يأخذ فكرة مختلفة عن الآخر يعني واحد يمشي مينا الآخر يمشي يسارا وتحدث الصراعات ولن يتفق الجماعة البشرية هذا ولد أدي الناس عموما رغب بأن انسياق خلف قائد أو رجل دين أو وصي أو شخص يتولى عملية القيادة هل القيادة ضرورية جدا وإلا لن يستطيع الإنسان الحياة والإستمرار الإنسان كان اجتماعي وعليه أن ينضوي تحت جماعة معينة وأن يتنازل ويمتثل وتكون لديه قدرة على الإيثار واستحسان المساعد تقديم مساعدة للآخرين نحن حيانا نشوف قطة أو كلبة في حالة صعبة نتعاطف معها وحيانا بعض الناس تفقد حياتهم لأن يشوفون قط مثلا ساقط في الماء ينزل لإنقاذ هذا القط رغم أنه ربما أو ينزل لإنقاذ دجاجة مثلا هو بعد ذلك يتعشى بها لكن هذا معناه هناك شيء غريز للإنسان أو تطبع عليه في أن يكون عضوا نافعا ضمن الجماعة أو عضوا لديها عاطفة للكائنات الأخرى هذه العاطفة هي التي جعلته قابلا لأن يضحي بنفسه من أجل الجماعة وهذه مسألة أساسية لو لاها لما استطعت البشرية الاستمرار بهذا المعنى ماذا نكتشف من هذه القضية قضية الأساسية الثانية بمعنى أن الله ما دام هو ممثل أو الرمز المعنى ولد الجماعة الدينية فهذا يعني بأن الله الذي هو رمز لجماعة استسلمة لإرادة الشيطان وعدما نأتي ونفحص الآيات القرآنية نجد أنه أمهل الشيطان ليوم يبعثون ومعنى معاني هو غفر للشيطان وهناك نوع من الغفران لهذا الشيطان وبعد ذلك سأعرض حلقة في هذا الموضوع أن الله سيغفر له قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فأنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بمعنى إلى يوم القيامة وكان رد البليس على الله قال عندما قال له أنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذموما ومدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين فهنا السؤال لماذا أخرج الإنسان وأخرج الشيطان وهذا التساؤل المهم يعني أخرج الشيطان من الجنة وأخرج الإنسان فواحد منهم لماذا كلاهما وهذه القضية التي توضح بأن الإنسان هو نفس الشيطان وأيضا هناك آيات أخرى وصف الشيطان في القرآن الكريم فيه كثير من الرؤى والأفكار المتعارضة وأرسلنا عليهم الشياطين تأيزهم أجزا يعني في لحظة من لحظة في بعض الآيات تجد أنه الشيطان أحد الذين يعملون في خدمة الله ويرسله لتأدية بعض المهام فبالتالي فكرة الشيطان ببساطة هو نوع من الصورة أو السردية خلق سردية لإيصال فكرة لدى الناس أجمعين تحويل الفكرة إلى حكاية أو سردية لكي تصل الأفكار إلى الناس أجمعين مهما كانت درجتهم العقلية فهي الفكرة أنه هناك شيطان هذا الإنسان دائما شيطان يسول تسول له يعني يدعوه له الشهوات يدعوه للنحلال ويدعوه إلى أن يمارس المبقات وأن يعترض على سلطة الله المعنى الآخر يعترض على سلطة الجماع وأن يفكك العلاقات الأسرية وبمعنى الآخر يفكك العلاقات الجماعة البشرية التي مؤمنة بهذا الله الله هو الرمز المعنى كما قلت للجماعة فبالتالي أنت يجب أن تؤمن بهذا العله وتستنكر الشيطان الذي هو موجود داخلك أو موجود في المحيط الخارجي خارج الجماعة يعني الشيطان هو أي شيء تكره أو أي شيء يضرك ليس لكونك شخصاً إنما بكونك فرداً من أفراد الجماعة أو مؤمناً بين جماعة المؤمنين الجماعة هي التي يجب أن تكون لها العلوية دائماً على حسابك وإلا أنت لن تستطيع الحياة وعدما يقول الله هو الذي يرزقك وهو الذي يغنيك وهو الذي يرحمك وهو الذي يجعلك آمناً مطمئناً هو فعلاً هكذا لأنك لم تنضوي تحت الجماعة لن تستطيع أن تعيش آمناً لن تحظى بالرزق لن تستطيع أن تربي أطفالك كما تشاء لا بد أن يرضى ترضى عليك الجماعة أو يرضى عليك إله الجماعة وإله الجماعة بالطبع هو أسماء مختلفة حسب الجماعة الدينية هناك جماعات هندية حسب الديانة الخاصة هناك مسيحيين يعتقد أن المسيح هو الذي الرمز المعنوي لهذه الجماعة يسمون الكنيس اليهود أطم يهوى الصينيين أطم تاو أطم كونفوشوس أطم البودين أطم بودة وهكذا المهمة الفكرة دائماً هناك انتماء إحساس بالانتماء على جماعة والواجب الجميع المنح هذه الجماعة الأولوية على كل شيء آخر وإلا لن تستطيع أي جماعة الاستمرار ستنحل وينفرط عقدها وتنحل أشتاة تتفرق أشتاة بعد الفاصل سأشير إلى هذه العلاقة أن الله استجاب لطلب الشيطان لكنه في الوقت نفسه رفض أن يستجيب الإنسان لإرادة الشيطان فهذه المفارقة تستحق المناقشة بعد الفاصل كما ذكرت لكم بأن الله استسلم إلى إرادة الشيطان أو قبل بتحدي الشيطان وقال اذهب ومارس ما تشاء وكن كما وعد الشيطان نفسه قال أنا سأقد أمامهم وخلفهم وعلى يمينهم ويسارهم فبالتالي وهذا تأكيد للحديث النبوي أنه مجتمع رجل وامرأ إلا كان شيطان ثالثهما هو يقال أنا ما أذكر بالضبط دقة الحديث لكنه عموما الحديث هو معمول به ومسلمين جميعا مؤمنين به بغض النظر عن صحته أو لا فبالتالي أنه استسلام أو قبول الله تقبل الله فكرة أنه هذا الشيطان يسيروا الناس قبل بها الله ولكن واترف بها لم يعترض عليه ولم يقال اذهب اذن اذهب أنت والإنسان والشيطان ذهب معا وبقي الرحمن في جنته وحيدا كأنما أعطاه حرية صلاحية كاملة بأن يمارس ما يشاء بحق الإنسان أعطاه حرية أن يسير شؤون البشرية وهذا الموضوع واضح يعني من خلال الآية الكريمة حتى ليس من خلال الآية بل أيضا في الحياة اليومية أو في طريقتنا في فهم العالم والأشياء والذات والنفس وكل شيء في واقعنا العربي الإسلامي خاصة وستحول هذا إلى إطار إطار نرأ به العالم ونفهم به الأشياء وهذه هي خطورة الأمور بحيث يتضمن هذه الفكرة في وجدان يعني نظام اللغة الذي نتحدث به هو يقوم على هذه الفكرة أي أن النسق الذي نفكر فيه أو نعمل به هو يتضمن هذه الفكرة بطريقة أو بأخرى يعني ليست مسألة قابلة للتفكير أو خارج التفكير إنما هي نوع من البرادايم أو قالب ذهني جاهز لدينا ولم نعود بالإمكان رؤيته أو مراقبته أو شعور به بدقة إنما فقط نمارسه أشبه بالنظارة للتي نرى بها العالم والأشياء ولا نستطيع التخلي عنها أو حتى أحيانا لا نشعر بها فأصبح الإطار الذهني هو الذي هذا الإطار الذهني الشيطاني الرحمني الإنساني هذا الإطار هو الذي هذه العلاقة الثلاثية هو الإطار الذي ينظم علاقتنا بكل الشيء ويجعلنا نرى العالم بهذه الطريقة وليس غيرها هناك جانب آخر لهذه العلاقة الثلاثية بين الشيطان والرحمن والإنسان وهي أن الإله دائما يرمي الذنب كله على الشيطان فبالتالي هذا الشيطان هو الذي يتحمل وزر كل ما يفعله الإله والإنسان فالله هو الوحيد الذي لا يطوله اللوم لأنه هو الذي ترك الشيطان لكن الشيطان هو الذي يقوم بالأخطاء فبالتالي الملام هو الشيطان والملام هو الإنسان أما الله فهو مجرد أعطى مهلة للشيطان لا أكثر ولا أقل وأدى ما تعترض بها تريد إليك هذا اختبار ما معنى اختبار هذا ليس جوابا كافي أنا في رأيي أنه هذا محاولة لتبرير الموضوع فالاختبار لأي سبب ما الحاجة لهذا الاختبار أصلا يعني مثلا أن تصنع سيارة مثلا تصنع سيارة مضبوطة 100% فلماذا تصنع فيها أشياء خاطئ ما الداعي أصنعها شيء مضبوط 100% وانتهى الموضوع طبعا هذه القصة كما قلت قصة رمزية لإرسال فكرة عقلية فكرة ذهنية تبسط الواقع والأشياء والعالم وتضعها في قالب سردي يستطيع الناس فهمهم فمحاولة يعني محاكمتها بهذه الطريقة العقلية لن تنفع وأيضا الأسوأ من هذا أنه أنه جاء لها حقيقة موضوعية هنا المشكلة الأكبر أنه ممكن أن تفسرها بطريقة رمزية لكن يجي الفقهاء ورجال الدين لا يقول لك لا هي هكذا أنت لا تستطيع تغير هذه القصة هي ليست رمزية وعليك أن تصدق بها كما هي فيحجم الإنسان والهدف هو السيطرة على الإنسان طبعا السيطرة على الإنسان والتحكم به ويكشف بأن فكرة القصة والسردية هي هدفها السيطرة على الإنسان والتحكم به ومنأه من التفكير وتحويل هذه الفكرة إلى وسيلة إضاحية مثل أحيانا عندما وسائل الحديثة بالتربية والتعليم يقول لك هاي وسيلة تعليمية فيقول لك أنا أشرح لك الموضوع فهذه الفكرة بطريقة رمزية أصنع لك حكاية حتى وصل لك الفكرة وعليك بعد ذلك هاي الفكرة أنت تقدر من خلالها تطور إمكاناتك العقلية لما هو أفضل وتحاول اختبارها ومن خلالها تصبح أداة لفهم العالم والأشياء ونفسك لكن ماذا يفعل رجال الدين يقول لك لا هي القصة هي حقيقية لا تناقشها فبالتالي هي بدأت هكذا فكرة بسيطة تحولت إلى قضية مقدسة وعليك أن لا تجادل فيها وليست رمزية إنما هي هكذا وعلى أساسها طلعت المذاهب والأديان والفرق المتصارعة إلى الأبد بين السلفية على الأشعرية على الشعراوية على الشيعية وهكذا وهي كل قضية الناس ليست في حاجة لها ولا تصبوا في مصالحهم ولا حاجة ولا تسهم في حياتهم بطريقة مباشرة أو جادة هناك فكرة أخرى طرحة أحد الأصدقاء وصديق عبد الله جنابي الدكتور عبد الله قال بأنه أنا ما راح أدافع عن هذه المقولة بأن مجتمع رجل الممرأة لك إلا كان الشيطان ثالثة وما قال ليس دفعا عن المقولة ذاتها ولكن عن تأويلها قال أن ثالثة هما الشيطان معناها أن ثالثة هما هو الوسوسة والرغبة والشهوة وهذا أمر طبيعي على وجه العموم في كل المخلوقات كما يقول ويضيف إلى أن الإنسان استطاع تجذيب مخالب هذه الرغبات غير المشروع عقلا ودينا طبعا يقول إلا برضى الطرفين طبعا هو وإلا فهي مما يعد أو تحسب بأنها أفكار شيطانية هنا يتساءل الصديق عبد الله الدكتور عبد الله يقول أما أين الله فهذه أيضا لها تأويل آخر يعني أنا التساءل هو أين الله هذا كان الشيطان هو الثالث فقال هل هي تأويل آخر أن الله تخلى على الإنسان حالما وضع في رأسه عقل فتدبر أمره بنفسه وإلا في النطاق الضيق جدا طبعا فيقول مثلا قد يتدخل الله لصالح أحد نتيجة توسله ودعائه على سبيل المثال للحصر فقلت أن هذا الكلام كان ردي على الصديق أنه إذا كان هذا الكلام صحيح وهو صحيح هذا معنى أن الله لا ينفع الإنسان في أي شيء أي أنه بالضبط مثل رجال الدين يأخذ فقط ولا يعطي شيئا والدليل كما أنا قد ذكرت هنا في الحوار دليل عشرات العيات منها أن الله لا يغير ما بقومه كما قلت لكم وآية أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم على أن وأيضا أنه يبدو أنه أن الإله موجود أشبه بالحكم ويستمتع بسيطرته على الجميع بالضبط مثل ما سير بكرة خدمة أنه حكم يسيطر على الجميع هو يصدر قرارات ولا يسمح لأحد بين يعصي أمرا للحكم لكن أيضا يمكن شيطان أحد اللاعبين أن يكون شاطر ويقوم بعمل مخالف لإرادة الحكم أو لا يراه الحكم أو يتغافل عن الحكم ويمنحه عقوبة مثل مارادون عندما سجل هدف بإيده وخدع الحكم فهذا شيطان مارادون هو الذي سجل هذا الهدف بإيده وحتى مشهورة كلمة مارادون قال 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 هذه يد الله هي اللي سجلت الهدف يعني لأنه ما حد شافه هي على الطرفة قال الدكتور قال لا هو حكم المبارات ممكن أن تخدع لكن الله لا يمكن أن تخدع وبالنهاية هو الله هو الذي يحدد من الذي يفوز ومن الذي يخسر قلت والله قال في الآية أنه أنك من المنظرين وكما يبدو أن قال هاي الكريمة ما معنى فيها نوع من الغفران للشيطان في رأي أنها تتضمن فكرة أنه هذا الشيطان سيتم الله يخفر كل شيء الذنوب جميعا إلا الإشراك به فالشيطان لم يشرك بالله بالعكس هو أثبت بأنه لم يشرك بالله وأذكر قبل 30 سنة قرأت كتاب نقد العقل الدين أعتقد لجلسرة الصادق سجلال العظم يمكن بفصل عن إبليس فيه فصل ممتاز أدعو لقراءته فكرة أخرى يتساول آخر مهم يعني ليش عندما نقول رجل وأمرأ يجتمعان معا يكون الشيطان ثالثهما وليس الله أما عندما نشن الحرب وتسفك الدماء نجد الله موجود مع هذه مع فئة المؤمنين يعني أيهما أو لا أن يكون الشيطان موجود عندما تشن الحروب أو يشن المؤمنين حروبا على الكفار وما إلى ذلك أم أن يوجد بين رجل وأمرأ يحبان بعضهما أيهما أو لا فهذا المنطق يخلينا نفهم لماذا أنا عرفت الدين بأنه هو القطيع فمعنى معاني أنه الله هو رمز القطيع أما الشيطان فهو رمز الفرد الذي يجب يعني الذي لا يمكن التخلص منه وموجود دائما الشيطان كل فرد ولا لن يستطيع الحياة وأيضا الله يجب أن يكون موجود يعني كلاهما موجودان شيئنا ما بينها لأنهما يمثلان الفرد والجماعة وهذا الصراع سيبقى مستمرا ما دامت الحياة الصديقة الروائية المعروفة بثين الناصري قالت يعني شو ما أفكر بهذا الموضوع أشوف المسألة غير مهضومة غير مفهومة يعني قالت إذا كان الشيطان ثالثة كل رجل وأمرأ يعني حتى لو كانوا مززوجين على سنة الله ورسولة كما يقال فهذا أوكي حلو يعني معناتها أنه شيطان هو الذي سيتسبب في إنجاب الأطفال واستمرار البشرية يقولون لك أيضا أن الشيطان موجود حتى يمتحنك الله ويختبرك هل ستطيع الشيطان أم لا طيب تقول أطعت هذا الشيطان فمصيرك جهنم تقول أن هذا التفسير يتعارض مع الله حقيقة أن الله هو الذي قرر مصير أي إنسان سلفا وما من طير يطير ولا ذبابة تحلق إلا بإذنه يعني هي معنى معنى نغوية الشيطان بإذنه أيضا يعني لم تحدث صدفة إنما هو الشيطان هو الذي أغوى الآخرين بمعرفة الله بالضرورة فالسؤال لماذا إذن يعذب المذنبين في الآخرة هذه قضية تقول القضية الثانية اللي أنا ما أستطيع تقول هضمها أيضا وهي تتناقض مع كل عقيدة أو العقيدة بأكملها هي إذا كان الله يعرف كل شيء وإذا كان أي فعل يحدث بإرادته إذن لماذا نعاقب القاتل إذا قتل شخصا ما هذا السؤال مهم يعني إذا وكل شيء يعرف القاتل يقتل آخرين فلماذا نعاقب هذا القاتل يعني الله هو الذي يعلم بالموضوع القتيل كما يبدو مكتوب في الكتاب السماوي أنه سوف يقتل في اليوم الفلاني بالطريقة هذه على يد فلان وفلان القاتل هو أداة لتنفيذ أمر الله إذن هو جند من جنود الله كما قالوا يعني كما مرة قالوا عن جرثومة كورونا أو فيروس كورونا ومعنى نهائي لهذا الكلام أنه خلص نطلق صراح كل القتلة ونجرم من يعاقبهم فقط لأن هذا حدث بمعرفة الله فهذا منطق معوش تقول يعني كان جوابي إلى بسيط يعني قلت هي نفس الفكرة الأساسية أن الله هو لن نستطيع فهم الموضوع إلا عندما نقول بأن الله هو رمز المعنوي للجماعة وهو كلمة أو شفرة يتفاهم عليها المجموعة من الناس على بعض يقول الله البعض يقول بوذا فهو نوع من أنواع الشفرات الخاصة بين المجموعة والبشر المسلمين كلمة الله بينهم تعني الكثير إنما يشعر أنك تؤمن بالإله الذي أؤمن به أنا فهذا معنا نحن نؤمن بالشريعة والقوانين نفسها وبالتالي هذه السردية عدم أن نحاكمها بهذا الطريق التي حاكمتها صديقة بوثينا فنحن سنضيع سندخل في تراقضات لا أول لها ولا آخر التفسير السليم الوضيع أن الله هو رمز السلطة الرمز الذي نشعر فيه بالانتماء جميعا إليه أدما نقول الله نعرف ما هي الشريعة الله ما هي قوانينه وأشبه بالسلطة أو الدولة أو الحكومة أو الدستور الذي يجمعنا أدما الشيء يقول الله يختلف عن السني الذي يقول الله يختلف السني في طالبان عن السني في المغرب السني في الأشعري أو الشافعي يختلف عن السني السلفي أو السلفي وليس السني فقط فكل واحد منهم عندهم الله ينظرون الاله بطريقة معينة فهو يندمج مع جماعته وبالتالي يشعر بالانتماء وهذا الاله هو الذي يمثل الجماعة عندما نراقب الله ونعتبر الله هو مصدر كل شيء هو مصدر الرزق ومصدر الذي يعرف كل شيء هو بالضبط الحكومة تعرف كل شيء وتعاقب على كل شيء وتثيب وتكافأ وأيضا لا يمكن لأي إنسان نعيش خارج الدولة خارج سلطة الإله فهذه فكرة الإله هكذا نفهم الأمور بطريقة أسلم وأسلس بدون تعقيدات ويصبح بعد ذلك الشيطان هو الذي يتمرد على القوانين هو الذي يخرج على إرادة الجماعة وهذه قضية يجب أن نفهمها عند ذلك يصبح الموضوع بساطة يعني يصبح أسهل فعندما يجتمع رجل وأمرأة من الآن فصائدا علينا أن نفهم أنه ليست الموضوع أنه شيطان بينهما إنما هؤلاء اجتمعوا بدون إرادة الناس بينما هؤلاء أجتمعوا بإرادة إلهية إنه إذا كان الله هو الذي وافقه وإجا رجل دين وقال إن هؤلاء يتزوجان فإذا ذلك يكون الله هو الذي يقب بينهما هو الذي صدق على العلاقة الجنسية بينهما لأن هذا التصديق معناها يعني الإشهار نلاحظوا كلمة الإشهار مهمة جدا يليس قضية إله إنه الشيطان يجتمع بين رجل وأمرأة بمعنى معاني هما اجتمعوا بدون أن يشهروا هذه العلاقة أو يدون الحصول على موافقة الجماعة أو إله الجماعة فالشيطان بالتالي هو الذي بينهما أي أن رغبتهما الخاصة هي التي جمعت بينهما أي الشيطان لكن ولم يجمع بينهما الله بالحلال وهذا هو معنى الحلال بالفعل هذا صحيح إنما أنت هناك أي واحد يمارس الجنس مع امرأة عجبة فبالتالي تفرط على عقل الجماعة واستشتتها بحيث لهذه المشكلة وين المشكلة بالأولاد إذا صار عندنا إذا إيجا طفل من الذي يكون مسؤول عنه من الذي يحمي هذا الطفل أنت صحيح أب وأم مارست معجنس لكن بدون رضا الجماعة بدون التي تنتمون إليها وأتى طفل من الذي يكون مسؤول عن هذا الطفل مسؤول عنكما فلابد من وجود اعتراف رسمي أو إلهي أو ديني بالألاقة الجنسية بين الطرفين هذا عدم وجود هذا اعتراف معناته هذا الطفل سيكون صارج عن إرادة وسلطة الجميع أو سلطة الجماعة هذا المسألة المهمة علينا أن نفهمها بهذه الطريقة فهذه المسألة ليست انحلال بمعنى الذي نتصوره هو انحلال أخلاقي لا هو انحلال عن الجماعة يعني أنه يحل الروابط بين الأفراد الجماعة وأنه هو الجنس موجود لا تستطيع كيف الجماعة لجماعة تستمر بالوجود بدون تكاثر لكن هي قضية مسألة ضبط اجتماعي ضبط الألاقات الجنسية وهذه الموجودة هيست بالدين الإسلامي جميع الجماعات البشرية من أقزام أفريقيا إلى القبائل البدائية في أستراليا وغابات الأمازون فلسنا يعني بدعا من القوم أو هكذا يقال لا أتذكر المثل بالضبط هنا أختم يقول بأن هذا يؤكد بأن الله عندما هدد الإبليس الناس وقال وعزتك لأغوينهم جميعا سكت الخالق ولم يدافع عن مخلوقه الوحيد آدم ولم يفرض عليه إرادته يعني لم يقل له كن فيكون بل أطلق يد إبليس لخدمة الخالق في إيجاد سكان لجهنم وقال أحد الأصدقاء بأنه هذا هو المكر الإلهي و فمعنى المعاني هي قصة سردية لتمثيل واقعة وحقيقة يريد أن يوصلها الناس قديما للجمهور أو للجماعة المؤمنين لكن كما حدث أنه أصبحت حقيقة راسخة في ذهن الجميع وما على الجميع إلا طاعتها بدون تفكير هذه ملخص الكلام الذي يريد إيصاله لكم أصدقائي وإلا معنى هذا إنه إذا كان الرقص والفن والغناء والفلسفة كلها جاية والفكر والعقل جاية كلها من إبليس وإغواء الشيطان وبالمقابل قطع الأيدي والأرجل والأعناق وسمل الأعين والرجم والجلد وكل هاي الأقوبات من الله فمأن هذا من هو الشرير يعني 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 وآمنا بهذه السردية وبهذه القصة وهذا يعني هذه الحكاية أو أنه مجتمع رجل ومرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فإذا آمنا بهذا هذا التصور أو هذا القالب الذهني أو الذي توصله هذا الحديث فمعناها أنه الشيطان هو الذي يوفر الراحة للإنسان بينما الله لا يوفر له إلا العقاب وقطع الأيدي والأرجل وعناق وأن ينتظره بعد ذلك الجحيم فمعناها إحنا لا نعبد الإنسان الخير إنما نعبد الإنسان الشرير هذا يقودنا التفكير الذي يدعونا إليه الرجال الدين أنه بتصديق هذه الحكاية بدون نقاش فبالتالي يعني نفقد عقولنا فقد فقد عقلي لكن هل هذا فقدان العقل هو الذي يؤدي إلى الشكل بهذا الإله خاصة الآن أصبحنا في مجتمع مفتوح وسائل التواصل موجود لدى الجميع الكل يوصل إلى مصادر المعلومات فبالتالي من يخسر هو الإنسان وإله هذا الإنسان فعلينا أن نعرف بأن مسألة العلاقة بين الرجل وامرأة هي علاقة طبيعية فيما في الأمر أن لهم حقوقهم ويمارسون الجنس كما يشاءون لكن عليهم أن يعرفوا بأن هناك قوانين تنظم هذه العلاقة وهذا التنظيم مسألة ضرورية لتنظيم الحياة وإلا أصبحت فوضى هذه القضية بأكملها وبدليل حتى آخر أختم بها هذه أنه الناس بعض يعتقد أنه الزنا حرام لأنه يمارس الرجل يمارس الجنس مع المرأة القضية ليست هكذا قضية أنه ممارسة الزنا راح تدمر الجماعة يعني قضية مولي أنه الرجل وامرأة مارسه الجنس أو شاب مارس الجنس مع شاب تعجبه لا العقاب ليس لممارسة الجنس إنما لاختراع أو تحدي الجماعة وعرافها وقوانينها لأن الجماعة لا تأمل ضبط للإلاقة الجنسية فستحدث فوضى ولا أحد يعرف من ابن من ولا أحد يعرف من يرأي الأخفال لأن المسألة هي مراعاة من الطفل البشري يراد لأقل شيء عناية خمس سنوات من يعني الغنة يعني الغنة يعني الغنة